تناولت حلقات البرنامج تحديات الاقتصاد وملامح النهضة الكبرى في القاهرة والمحافظات ومشروعات التنمية اللي غيرت في السنوات الأخيرة وجه مصر من الريف إلى الصعيد إلى مشروعات الاكتفاء الداتي من الأسماك والغداء وأيضاً جهود حماية البيئة ومواجهة تقلبات المناخ وغضب الطبيعة ما هي السلوكيات اللي حضرتك شايفها وجهت نظرك أنها مدمرة للبيئة في مصر وكيف نواجهها؟ هي السلوكيات هتختلف بحكم اللي بيقوم بها ففيه طبعاً سلوكيات الأفراد وفيه سلوكيات المؤسسات وفيه سلوكيات خاصة بالسياسات الاقتصادية نفسها البيئة إذا لم يتم إدماجها بشكل اقتصادي في خطط التنمية مش حيبقى لها حظ بمعنى صح؟ إن لغة البيئة الفنية بين البيئيين لكلمة البيئيين يكلموا الاقتصاديين ورجال الأعمال ومتخذ القرار دروا يتكلموا بلغة اقتصادية لماذا بدأتم بالقرية؟ اتمام الحكومة بالتنمية المستدامة هو شامل كل بقعة من بقاع مصر يعني زي ما احنا بنشتغل في تنمية الحضر والتنمية العمرانية اللي بتشهدها كل أنحاء الجمهورية سواء في مدن الجيل الرابع والتجمعات المستدامة اللي حضراتكم بتشوفوها في كل المحافظات كان مهم جدا أنه احنا بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب اللي احنا بنشتغل فيه مدن زكية ومدن عمرانية حديثة محتاجين أنه احنا يعني يكون فيه تنمية إقليمية متوازنة وأنه احنا نشتغل على تجمعات ريفية مستدامة بنفس الأسلوب اللي احنا بنشتغل فيه في المشروعات القومية في المدن العمرانية ومدن الجيل الرابع كان هناك اعتداءات كثيرة جدا على تلك البحيرات كان فيه استقطاع منها كان فيه رد لأجزاء كبيرة منها هل هنقدر نسترجع هذه المساحات مرة أخرى أم هنقبل هذا الواضح؟ طبعا فيه خطة كانت للدولة خطة مهمة جدا في تطوير البحيرات ويعني نقول أن كان البحيرات دي وصلت لحال أنها مغطاة مثلا كلها بالنباتات فما فيهش أكسجين بيوصل للأسماك وبالتالي فيه نفوء وبالتالي فيه قل الانتاجية بتقل فأخذوا إجراءات كثيرة الدولة أن مثلا إزالة التعديات زالوا كمية تعديات ضخمة جدا على مستوى البحيرات معظمها يمكن نشيل بحيرة ناصر لأن ما فيش حد بيجي جنبها لأن ليها طبيعة خاصة إنما فعلا تم إزالة كمية كبيرة من التعديات قدرنا أن نطهر البحيرات البوغيز لأن هنا المياه لما تكون رجدة بتبقى فيه مشكلة فلازم يدخل لي مياه ملحة عن طريق تطهير البوغيز وعملنا قنوات شعاعية تخلي المياه دي تدخل من البوغيز إلى جوة البحيرة وبالتالي فيه حركة للمياه وبالتالي لو فيه تلوث بيختفي مع وجود الملوحة اللي جاية من البوغيز أو من البحر فهنا تم إجراءات عديدة في عملية تطوير البحيرات بنقول إحنا دلوقتي في مصر محتاجين ندخل صناعات جديدة وتتوطن هذه الصناعات في بلدنا يعني إيه توطين صناعة بلد؟ توطين صناعة معناها أن أنت ما عندك إش الصناعة دي وإنك عايزة تستورديها وعايزة توطنيها وعايزة تديها زي الجنسية كده ما تدي حد جنسية يعني ما عندناش صناعة السيارات إحنا عايزين نعمل صناعة السيارات لو جبت بقى صناعة السيارات دي وعشان يحصل لها توطين حقيقي لازم تبقى كفئة ولازم تبقى مستمرة على مدى زمن طويل مش تجي بيها تستورديها حتة صغيرة كده وتتصور أن أنت عندك صناعة السيارات وانت ما عندك إش وبعد شوية هتفشل هذه الصناعة لأنك ما عملتهاش في الأول وبالتالي توطين الصناعة في هذه الحالة لم ينجح ما هو متفق عليه في صناعة السيارات بشكل عام يعني أن عشان يبقى عندك صناعة كفئة لازم تبقى على الأقل بتنديك 500 ألف سيارة في السنة مثلا عدد عدد عشان تقسيم التكلفة على عدد كبير جدا من السيارات وبالتالي التكلفة تبقى كويسة وتبقى قادرة على أن تصدريها مش بس تبقى تبقى في سوق المحالي طب ماذا عارف أجزاء السيارة نفسها؟ دكاكين سيارات يعني الوحدات اللي احنا عملناها لغاية دلوقتي بتنتج عشرة تلاف وعشرين ألف سيارة في السنة عمرها ما تبقى كفئة موسيقى